والله يفرحتين يا سيف انا قلت انت حتقت عبية بعد موت فاطمة الله يرحمهم الله يرحمهم لا يا خالت المرة دي ما تحسبش انا بعد كده بقى اجابت عندك يومين انا النهاردة من معلم جعفر واللي جايبني والله المعلم جعفر يقانس ويشرف بس خير خير يا ستنجوة تجاه اسألك على واحد من عائلاتكم اسمه بلال شامر بلال ايه يا فويا؟ بلال شامر بلال شامر يا خالتي ده واحد كده انا كنت شفته مرة واحدة بس في حياته بس مام الله ارحمها كتريتلي انه هو قريبنا من بعيد وهو والمعلم جعفر كان عندهم مشكلة مع بعض كده ومعلم المرة اللي شافه فيها طلع يجري وراه وراجل خبطته عربية ومات حبلة ونقوت إلا بالله بس صراحة انا معرفوش يا خالتي ركزي معانا والنبي بصي بصراحة كده هو الراجل ده كان واخب من معلم جعفر في دور لا يا سيف استنى موسيقى موسيقى ده ابن تيهمني بقاله تسعة تشر سنة يا ستنادي بلال شامر الوحيد اللي هو ممكن يدلينه على ابني انا لو ساعتينه نعرف ولسطه هتكتب فيها صعب كبير انا صدقني انا معرفش مين ده ولو اعرف اكيد مش هاخد انت قلت لي اسمه بلال ايه؟ بلال شامل لا على عمري مصنعة الاسم ده سلام عليكم السلام يا خامد اشوفيك على خير اشوفي اللي عمن الشيطة رضيب خير مالك يا ناجم سيفي لسه نزل هو جعفر من هنا من هنا فين؟ من ميتنا يا بقنس جعفر سألني عن بلال شامل وقدبت عليه وقلت ان انا ما عرفهوش وقال لي كمان ان بلال مات وصبت وينزل هو وصيفه وما قلت لهمش حاجة زي ما انت قلت لي تم تضايقة ليه؟ ما انت تصرفتي صح؟ لا يا بقنس لا انا ما تصرفتش صح انا تصرفت غلط رحزت ان انا ست ظلمة الراجل كان صعبان علي قوي وهو قلبه متش حدف على ابنه ونفسه يعرف ما يكانه وصيف وصيف كمان صعب علي ولا عارفها وشايفها ان ابو قاعد قدامه وانا ما قلت لهش نجوة احنا عفلنا الموضوع ده وربنا يسمحنا احنا ما عملناش كده عشان احنا ظلمة لا لانينا مش هادل المشاكل احنا في حالنا واي مشكلة مش بتاعتنا ملاش دعوة بيها طيب طيب مالش عشان غدري هقولك على حيك نجوة الموضوع ده تعفل خلاص وما يتفتحش تاني احناه 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 احناه